السلام عليكم متتابعي الاعزاء ومرحبا بكم في قناة مطبخ اون فيزا وحلقات اليوم ان شاء الله سنحضر معكم فلون باريزين كي جي احسن منجال المخبزات بطريقة جيد سهلة وبسيطة جدا ونعجح مليون في المية كي يستحق التجربة اللي دبقوا معايا تشوفوا المقادر وطريقات التحضير بسم الله على بركة الله اول حاجة نبدأ بها هي العجين المرمل على بركة الله سنحتاج 125 جرام الزبدة كيس او الجوش اكيس الفانية حسب الدوق انا استعملت غير واحدة 150 جرام دقيقة جيدة وبيضة واحدة وكاس دي السكر غلاسي وانا لا توفر عندكم السكر غلاسي تحنوا كاس دي السكر سنيدة وشوية الملحة اندوزوا لطريقة التحضير عجنوب اي ادأ مولفين تعجنو به سواء يديكم او لا العجانة انا استعملت الروبو اول حاجة نغرب 250 جرام دقيق استعليه رشاد الملحة وواحد الفانية وكاس دي السكر غلاسي من بعد ما خلطت هاد المكونات مع بعضهم اضفت عليهم 125 جرام دقيقة الزبدة وكيفما كتشوفوا معايا كي ترمل بسهولة وبعد ما حصلت على العجينة مرملة اذا اخدمتوها بيديكم مرملوها غير بالاصابيع ديلكم لا تستعملوش الكفة ديلكم نهائيا وبعد ما ترملتقيق نضيف عليه بيضة باش نجمعوا العجينة في حالتي لا تجمعت لكم غالبا بيضة واحدة تكون كافية نغرب حالتي لك انتقيق نجف او لا بيضة صغيرة بالزاف ضيفه معلقة واحدة ديال الحليب بارد لكي تجمع انا كتافيت غيب بيضة واحدة وبعد ما تجمعت وحصلت على عجينة بهذه القاوة نغلفها بلاستيك غدائي نخليها في تلاجئ ما ليلة كاملة الى كان عندكم الوقت الى ما كانش خليوها لمدة ساعة او لا ساعة ونصف في المجمد وكون مرتحت كتكون احسن بعد ما فاتت ساعة ونصف بردات مزيان سنطلقها ما بينجوش بلاستيكات او لا ورق المطبخ ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش غالدة اكتر من القياس انا حليتها على الشكل دائري ممكن تدروها دائري او في مول طويل على حسب المول اللي متوفر عندكم غيكون المول خاص بليطاخت دهنت بمول شوية ديال الزبدة تأكدوا انها ملسقش باش من اللي تهزوها متلسقش فدلك او ممكن تقلبوها مباشرة بالبلاستيك فوق المول وبالنسبة لهاذ العجينة اللي كاتشيت ما قداش غيج معوها فقط وعودوا حلوها ما بينجوش بلاستيكات شكلوا بها قطع ديال الاستابلي باي مرشم بغيتو او لا عملوها فليمون صغار وصنعوا منها لتختوليت بعد ما تكيتهم زيان بالفورشيت ندخلها لمجميد او لا تلاجة على ما نوجد الحشو ديالنا الفلون غنحتاجو انصطر ديال الحليب جوج صاشية من السكر الفاني واحد علبة ضانون بينكهات الفاني وممكن تسعملوا جوج علب او لا جوج علب من دانون طبيعي بدون سكر وربعة ديال البيضات ما بين ربعة حتى الخمسة ديال مع القبار ديال السكر سانيدة السكر كيبقى حسب الضوق وبالنسبة للنشاء او ميزينة سنحتاجو لثلاثة ديال مع القبار تقريبا 60 جرام اول حاجة كينديرو البيض في كسرونة مع السكر وجوج صاشية ديال الفاني والميزينة نخدمهم جيد هاد المكونات مع بعضهم باش متتحببش الميزينة وبعد ما خدمتهم مزيان غنضيف الحليب ونخلط مرة اخرى مزيان نرد على النار مع التحريك المستمر ما توقفوش عن التحريك باش متلستقلكمش الميزينة استمرت في التحريك حتى عقدات الكريمة طريقة راهة سهلة ومعروفة بعد ما عقدات اطفيت عليها وبعد ما خدمتها مزيان مرة اخرى سنضيف عليها واحدة علبة دانون وكيفما سبقت قلت لكم ممكن تضيفه جوج علاب سنخدمها مزيان حتى جنس الخاليط وتولي عندي كريمة مرخوفة وبعد ما خلطتها مزيان سنسكبها مباشرة على العجين سنضخلها لفران اللي سخنت من قبل نخليها طيب من التحت ومن الفوق ضروري التحمر من التحت مزيان باش ميجي السابلي جيلكم خضر من الداخل وبعد ما طابت خرجتها تأكدوا ان السابلي طيب باش ميجيلكم شعجينة خضراء من الداخل ادهنتها بشويد النابجو هي مازالة سخونة وزينتها بشويد اللوز مهرمش ممكن تزينوا بالكوكو او لأي مكسر متوفر عندكم وتزين كيبقى دائما اختياري وخليوها تبرد قبل ما تقسموها انا خليتها في تلاجة حتى بردت مزيان عاد باش قسمتها حيث هي في الاصل جيلها كيف كتعرفو كتقدم برده كتجي اللي ده غتعجبكم اكيد خصوصا لعشاق ديال الباتيسخي واللي فلون باريزيان وممكن تكتفي وغير بتزين النابج بلا ما تضيف لها اي مكسر كتجيها الى اكثر من رائعة ولا ارواح كنشكركم جزيلا على المشاهدة وكنشكركم بزاف على تشجيعات ديالكم ما تنسوش تدعموا الفيديو بالليك والبرتاج هذا فضلا وليس امرا مع الضغط على زل اشتراك والتفعيل جرس بش دائما تتوصلوا بالجديد شكرا لكم الى الوصفة القادمة ان شاء الله